مش عارف سبعة من المحرمات التي استهان بها الناس في بلدنا أكل مواريث البنات ولكن احنا أخذ بالك بقى احنا بنورس البنات الطين طب الطين انت في الطين أبو مات وسب عشرين فدان وسب هو واخته ولا بص يا أختي أنا أديه كده في كل فدان ألفين جنيه وانت راضية طبعا يا مش طيلة حاجة وعرفاء أكلتي وراكب الأرض تقول لك اللي طوله منه أطوله راضية ولك ايه راضية والله ما راضيت ولا نستطيع أن نحقق الفضل إلا من بعد تحقيق العدل يعني ايه يعني اديها عقد العشر فدادين في ايديها ولا ياخد تتأجرهم لي تبيعهم لي وتتهود معايا هنا تبقى راضية أكل المواريث أبو مات وسبو كده عنده إخوات بنات صغيرين قطط مغمضة يأكل فلوسهم يأكل أرضها انت عايز عشر فدادين هدهم لك ماشي ياخد هو الفدادين اللي طلع في المباني للفدان بقى بمليون جنيه ويديها هي بقى في الأرض العدمانة البيرة وبعدين مش يديها العشر فدادين على بعض ده فدان هنا إبلي وفدان هنا مش عارف إيه يعني لا إما كده لا هو كده والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل والنبي صلى الله والله تعالى يقول إن الذين يأكلون أموال اليتامة ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا اتقوا الله يا عباد الله اتقوا الله في النساء يا أكلت المواريس يا من تأكلون التراث أكلا لما يا من تحبون المال حبا جما ربنا شن على بعض الناس دي قال وتأكلون التراث يعني المواريس أكلا لما وتحبون المال حبا جما